التساء صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا مركزيا في دبلوماسية وقف إطلاق نار في قطاع غزة وقال بايدن في بيان له إن إدارته عملت خلال الاثنين وثبعين ساعة الماضية مع دول في المنطقة لتشجيع الجانبين للتواصل لهدنة ودع بايدن جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة رحبت الأمم المتحدة بنجاح الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش دورا مصر لما تبذره من جهود بالتنصيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في استعادة الهدوء دعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بالهدنة ومن جانبه أكد المنصق الخاص لأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط طارو ونسلاند التزام الأمم المتحدة ببدل كل ما في وسعيها لإنهاء التصعيد بالقطاع رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود الحثيثة التي بدرتها مصر والتي أدت إلى إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة وثمن رئيس الفلسطيني مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضياته العادلة معتبرا أن هذه الجهود تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني سواء في القدس أو غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية ثمن رئيس البرلمان العربية عدل العسومي جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التواصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأشار العسومي إلى أن الاتفاق الذي تم التواصل إليه يعد خطوة في طريق حق ندماء الشعب الفلسطيني مؤكدا أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب مزيدا من تضافي الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هددت أوكرانيا بوقف أي حوار مع روسيا إذا أجرت استفتاءات على ضم مناطق أوكرانية وقال الرئيس الأوكراني برودامير زيلينيسكي إن كييف تتمسك بموقفها المتمثل في عدم التنازل عن أي أرض لصالح روسيا وتسيطر الآن القوات الروسية على مساحة شاسعة من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وكذلك في جنوب البلاد بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي أقر مجلس الشيخ الأمريكي خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة وصرع الرئيس الأمريكي جو بايدن الإشادة بإقرار خطته معربا عن تطلعه إلى التوقيع على النص ليصبح قانونا نافذا وأقر المجلس الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط وستحال الخطة إلى مجلس النواب حيث من المتوقع أن يتم إقرارها بتصويت نهائية نهاية ختام مجاز التاسعة فاصل ورود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا